قال مساعد مدير شرطة تعز العقيد سمير الأشبط إن الشرطة وجهت إدارات أمن المديريات وأقسام الشرطة بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع المهمة والأحياء المكتظة بالسكان بالنسبة للقرار الذي الآن عمم لمديريات أمن المديريات والأقسام الشرطة لعمل كاميرات مراقبة في الشوارع المهمة والحارات المتظة بالسكان هذا قرار ليس وليد الساعة ولكن تم دراسته في السنوات السابقة وتم تركيب فعلي بعض الكاميرات لبعض الشوارع كمسبح الإصفل وكذلك الشوارع وأسواق المدينة القديمة وهناك خطة لقعل هذه الكاميرات في كل شوارع مدينة تعز